ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وطبعاً الهدف من هذه المشروع هو إطلاق ميزة التجول الافتراضي والذي ستتيح للمستخدمين من استكشاف الشوارع والمناطق المختلفة في البحرين بشكل تفعلي وكانهم يتجولون فيها فعلياً عبر منصة يوجل ناب العالمية وفي المستخدم طبعاً من خلال منصة جهاز المساحة وتزليل عقاري ما الفائدة من هذا المشروع؟ أم هي فقط من أجل إتاحة المجال لرؤية البحرين والتجول في شوارعها؟ هل هناك فوايد أخرى؟ طبعاً هذه المبادرة في الواقع التي في إطار تسلم المشاريع التي تبنىها جهاز المساحة وتزليل عقاري والتي تندرج ضمن برنامج التحول والتطوير الشامل اللي من أهم أهداف تطوير الأنظمة والتعزيز التحول للظاقمي نحو تدعين تكامل منظومة الذكاء الاصطناعي في إطار إنتاج الخرارات الوطنية حيث يمثل المشروع إضافة كبيرة للبحرين على مستويين المحلي والعالمي فعلى سبيل المثار على مستوى المحلي يمثل المشروع نقلة نوعية في مجال البيانات المكانية في البحرين من حيث تحديد البيانات الجيومكانية والتي ستنعكس بجورها بشكل كبير على الخرائط الوطنية إضافة إلى ذلك تسهيل الوصول للمعلومات فمثلا يمكن الفنيين والمهندسين صنع القرار الوصول للمعلومات في المواقع والتجول فيها التراضيا دون حاجة لزيارتها فعليا إضافة إلى ذلك تعزيز السياحة في البحرين وتوثيق التراث مثل التراث العمراني والثقافي الغني للمملكة وأما على الصعيد العالمي سيكون المشروع قادر على تعريق العالم في مملكة البحرين حيث سيعز المشروع مكانة المملكة على الخريطة السياحية العالمية ويبس جمالها وتنوح ثقافي من خلال ميذة التجول الاستراضي في شوارع ومناط مملكة البحرين من أي مكان في العالم مهندس محمد أنت تعلم والمشاهد يعلم أن هناك تطور دائم في البنية التحتية في البحرين مع الانتشار العمراني في المملكة وهناك شوارع جديدة وتعديلات على طرق أيضا قائمة وتطوير للبنية التحتية هل هناك خطة لاستدامة التصوير وإبقاء المحتوى الذي سيتم نشره على منصة جوجل محدث بشكل دائم؟ طبعا أكيد تحقيق هذه الاستدامة للمشروع تم وضع خطة متكاملة من خلال ذاول زمني محددة لتحقيق جميع شوارع المدرجة في المشروع طبعا مع مراعاة التغييرات لمستمرة في البيئة العمرانية بالإضافة إلى التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة مثل وزارة الداخلية، مجلس التانيين الاقتصادية، وهيئة البحرين الثقافة والآثار، وهيئة السياحة والمعارض طبعا ذلك لتسهيل عملية التصوير والحصول على البيانات اللازمة شكرا جزيلا لك مهندس محمد عبدالغفار المرباطي رئيس قسم عمليات مسح البيانات الجيومكانية بجهاز المساحة والتسجيل العقاري شكرا جزيلا لك